أصبحت الأعمال الإنسانية والخيرية مرتبطة باسم الكويت وأصبحت الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية تسير على هذا النهج ومن بين تلك المؤسسات الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية حيث حققت خلال السنوات الماضية إنجازات في الوقف الإنساني والتنمية ووضعت لها شعاراً بإنسانيتنا ننطلق الجمعية وضعت لنفسها خططاً مستقبلية تماشياً مع رؤية الكويت 2035 وتميزت في مشاريعها حتى وصلت إلى عمل مراكز إسلامية تساهم في نشر تعاليم الإسلام وتستقبل المسلمين الجدد وتعلمهم أمور الدين الحنيف من أبرز المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الأخيرة وهو مشروع شراء مركز إسلامي في مدينة مهمة مدينة أوكلند وهي العاصمة التجارية لنيوزيلندا في الشرق الأقصى مدينة نيوزيلندا أو مدينة أوكلند تعتبر من أوائل المدن اللي يؤذن فيها للإسلام ذان الفجر ويعتبر المركز اللي تم شراءه وافتتاحه هو يعني سيكون بإذن الله أول مركز كويتي يؤذن فيه أذان الفجر في أي دولة في العالم المركز كبير في وسط المعاصمة يخدم الجالية المسلمة والمسلمين الجدد في نيوزيلندا نتطلع أن يكون له شأن إن شاء الله تعالى من المشاريع المهمة اللي الآن إحنا مقبلين عليها هو مشروعنا الآخر الكبير هو افتتاح أو بناء على أرض جاهزة فرع لكلية نجحت وأصبحت جامعة الآن في السودان في الخرطوم والفرع سيكون في ولاية كسلة شرق السودان ولا تقف أعمال الجمعية عند هذا الحد بل إنها تواصل تقديم الوجبات الرمضانية كعادتها السنوية في المناطق المنكوبة جراء الحروب والأزمات الآن إحنا نخطط إن شاء الله تعالى وبدعم من المحسنين أن نتجاوز المليون وجبة فظل الله سبحانه حتى الآن تجاوزنا الأربعمائة ألف وجبة وإن شاء الله قبل نهاية نامة رمضان نتجاوز المليونية مليونية مليون وجبة ستقدمها دولة الكويت شعب الكويتي إلى أخواننا اللاجئين في الشمال السوري ويمتين فلس يعني الشهب سدنانير يعني كأنك في شهر تصوم سدنانير كأنك تصوم مرتين الفريضة والتطوع نحن نتعامل مع جمعيات معتمدة من الخارجية الكويتية موجودة في تركيا وأيضا يسمح لها أن تدخل إلى الأراضي السورية وتقدم الخدمات هذه المطابق اللي احنا نشتغل فيها بميتين فلس أغلب اللي شغالين فيها متطوعين يعني ما فيها نسب ما فيها كذا متطوعين لذلك نستطعنا أن ننفذ الميتين فلس في داخل الشمال السوري مشروع طعام جائع مشروع الـ 150 فلس نجح نجاح كبير ويخدم شريحة كبيرة من طلاب المدارس والفقراء والمساكين في شتى بقاء الأرض 150 فلس نقدم وجبة مثل يعني صحن عدس وكذلك الخبزتين وكم حليب تختلف من دولة لدولة حسب قوة البلد نقدم بـ 150 فلس وجبة ساخنة تنفع الأولاد والطلاب المدارس والفقراء والمساكين يعود العمل الإنساني بالنفع والخير على الجهة التي تقدم المساعدة وعلى المتلقي في الوقت ذاته فالعمل الإنساني يذكر بالقدرات والإمكانات ويذكر الجميع بالنعم المحيطة بهم قبل فقدها لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس